خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 107 حالات من الإصابة بكوفيد-19 من بينها حالة واحدة مخالطة و 106 حالات مجتمعية كما تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 139 حالة شفاء وللأسف تم تسجيل 5 حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والقفران يبلغ بذلك عدد الحالات المسجلة في بلادنا منذ بداية الجائحة 34 278 إصابة بكوفيد-19 كما يبلغ كذلك عدد حالات شفاء منذ بداية الوباء 32 272 حالة شفاء يبلغ كذلك إجمالي حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة في بلادنا 754 حالة وفاة رحمهم الله فيما يتعلق بالحالات النشطة اليوم في بلادنا وصلت إلى 1252 حالة نشطة من بينها 1203 حالات بأعراض أو بدون أعراض و31 حالة بأعراض خفيفة إضافة إلى 18 حالة حريجة أو خطرة فيما يتعلق بالتوزيع الحالات الجديدة حسب مقاطعات الوطن تتوزع كالتالي في مقاطعة باسكنو ومنقل تم تسجيل حالة في بول بوتيليميت أربع حالات في المذردرة حالتان في واد الناقة حالة في الركيز حالتان في روسو حالة في أوجفت الأربع حالات في أطار حالة في ودان وشامي ست حالات في نوذيبو 13 حالة في المجرية حالة في تيججا 3 حالات في كل من قابو سيلي بابي بيرم مغرين وفي ديرك حالة واحدة في زويرات 6 حالات في أكجوجة حالتان في لكسر 11 حالة في تفرق زينة 26 حالة في دار النعيم حالة وفي تيارة 3 حالات في تجنين كذلك تم تسجيل حالتان خلال الـ 24 الساعة الماضية كذلك في عرفات تم تسجيل 5 حالات وفي الرياض حالة واحدة فيما يتعلق بحالة الفحوص المنجزة خلال الـ 24 الساعة الماضية بلق عددها 1664 فحص من بينها 1127 من النوع السريع تدار و 524 من النوع الفحص الحمض النووي فيما يتعلق بوضعية التلقيح في بلادنا كما تعلمون منذ بداية الحملة حملة التلقيح في بلادنا في 26 من مارس الماضي وخلال الـ 24 الساعة الماضية تم تسجيل أو تلقيح 4 510 أشخاص بالجرعة الأولى ليبلغ بذلك مجموعة الملقاحين بالجرعة الأولى في بلادنا 304 253 دائما خلال الـ 24 الساعة الماضية كذلك تم تلقيح 4 270 شخص بالجرعة الثانية وهو ما يعني أنهم أكملوا تلقيحهم ليصل بذلك من أكملوا التلقيح يعني من أخذوا الجرعة الثانية 543 642 ترجمة نانسي قنقر